اشتركوا في القناة وينتهي عند مدخل الميناء كل الوافدين على المدينة أو المغادرين يمرون من ذلك الفضاء الذي تؤثثه تلك البنايات ذات الطراز المعماري الغربي المميز كثيرون هم الذين كان ذلك الفضاء منطلقاً لهم لتحقيق أحلامهم وكثيرون هم الذين كان الفضاء مكاناً تحطمت عليه آمالهم وعادوا إلى نقطة البدء على مدار ساعات النهار كانت تصل حافلات من وجهات مختلفة من المغرب وتنطلق أخرى إلى وجهات أخرى وعلى مدار الساعات كان ضجيج محركات تلك الحافلات المتهالك كثير منها يخيم على المكان حيث رائحة الوقود المحترق تختلط مع الدخان المتصاعد من مواقد محلات تخصصت في تقديم السردين المشوي وأصناف أخرى من السمك المقلي وعربات تخصصها النقانق والطحال وما هو في حكم ذلك وفي ذلك الفضاء وجوه ترعرعت هناك وشبت وأخرى أدركتها الشيخوخة وجوه تنادي لرحلات منطلقة إلى الرباط وفاس وتطوان وحناجر بحة مع مرور الوقت وكان أغلب هؤلاء يعرفون بأسماء شخصية مجردة أو ألقاب تحيل على الجهة التي قدموا منها وأخرى قد لا يبدو لها مصدر معلوم كما كان يطوف في هذا الفضاء متسولون ومجانين ومتسكعون يعرفون من هيئاتهم في ذلك العالم الذي يعج ويضج بالحركة كان عباس من تلك الوجوه المألوفة كان رجلاً أربعينياً في أواصط السبعينيات وكان ذا سحنة تنزع إلى السمرة قد يكون لون بشرته صار كذلك لفرط ما يمضيه من وقت يتحرك بين الحافلات قد يكون ذاك هو السبب حكت ألسن من العاملين في ذلك الفضاء أن عباس وصل إلى هناك قبل خمسة وعشرين عاماً وأنه لم يبرح المكان منذ إذن إلا ما كان من نوم في أماكن تتغير كل ليلة ثم إنه اكترى غرفة في دار في القصبة وظلت له سكناً لسنين طويلة بدأ عباس حياته في المحطة حمالاً يعرض المساعدة على المسافرين يحمل أمتعتهم ويضعها على أسطح الحافلات ثم بعد سنوات استخدمته إحدى شركات النقل وصار اسمه يسمع كثيراً بما أكسبه أهمية ثم إنه صار مقصداً لمن استعصى عليه الحصول على تذكرة وكانت أيام الأعياد أكثر المناسبات التي تتيح له الحصول على مداخيل إضافية وكذلك بدأ عباس تسلق السلم صعوداً في تلك الفترة أواسط السبعينيات من القرن الماضي صارت أشهر الصيف تشهد ازدياداً في أعداد أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يعبرون مضيق جبل طارق وصولاً إلى طانجة قبل أن يواصلوا رحلة العودة إلى أرض الوطن إلى مدن في أقصى الشرق أو أقصى الجنوب وكانوا يتوقفون لوجبة غداء أو عشاء في واحد من تلك المطاعم الشعبية أو لكأس شاي في مقهى وكان كثير منهم يبحثون عن صرف مبالغ مما معهم من فرنك فرنسي أو بلجيكي أو مارك ألماني أو بسيطة إسبانية ويرغبون في الحصول على أفضل قيمة ممكنة وكان الصرافون العاملون في السوق السوداء يتخذون من بازارات ومحلات تجارية مختلفة أماكن يوديعونها كل العملات التي يتاجرون فيها وكانوا يتحاشون الظهور للعلن ويعتمدون في جلب الزبناء على سماسرة ينتشرون في كل فضاء المحطة وفي الجوار وكان الواحد منهم أن يرى شخصا عليه علامات المسافر إلا اقترب منه وألقى همسا حينا جهرا أخرى بكلمة واحدة صرف وإذا ما حدث تجاوب فإن السمسار يقتاد الزبون إلى بازار أو خلفية مقهى حيث تتم عملية الصرف وقد دخل عباس ذلك العالم المليء بالأسرار والمحفوف بالتكتم كما أنه استطاع أن يقيم علاقات مع كثير من أفراد الجالية المغربية في الخارج وتمكن من كسب ثقتهم وصار مقصدهم للحصول على تذكرة سفر بالباخرة حين يشتد الاكتظاظ أواخر اليوليوز ومطلع شهر غشت من كل عام كان عباس ولا أحد يعلم له اسما آخر يحصل على إكراميات هامة لقاء تلك الخدمات بل إنه صار واجهة لوكالات أصفار تعتمد عليه في استقطاب الزبائن لقاء عمولات وكذلك صار له منزل ثم تزوج وهو مقبل على الخمسين كانت الثقة التي وضعها فيه بعض المهاجرين كبيرة ومنهم من أوكل إليه البحث عن بقعة أرضية أو شراء منزل وقد مرت التجارب الأولى بسلام ولكن الطمع تسلل إلى نفس عباس وقاده إلى أن يسلك سبل النصب على من منحوه ثقتهم من هؤلاء مهاجر في بلجيكا اسمه مرزوق بودار رجل ينحدر من الريف ويقيم في بلجيكا منذ أواصط الستينيات عرض عباس على مرزوق قطعة أرضية في مشروع تجزئة سكنية بثمن يغري وكان مرزوق يستعد للسفر عائدا إلى مهجره فأقنعه عباس بأن يمنحه توكيلا ليتولى إتمام الإجراءات سلمه التوكيل ومبلغا من المال دفعة أولى على أن يبعث له بالباقي بعد أن يعود إلى بلجيكا كانت الثقة قائمة بين الرجلين فقد كان عباس رجلا خدوما على مدى سنوات بل إن مرزوق اتخذه صديقا ودعاه أكثر من مرة إلى منزل عائلته كما أنه كان يأتيه بهدايا كلما عاد إلى أرض الوطن توصل عباس بالمبلغ المتبقى من ثمن البقعة الأرضية وقام بالإجراءات المطلوبة وفي الصيف التالي جاء مرزوق لقضاء العطلة وكان عباس أول من سعى للقاء به يريد أن يطمئن إلى أن إجراءات اقتناء البقعة الأرضية قد تمت سأل عنه في المحطة وقيل له إنه لم يأتي إليها منذ عدة أشهر ثم إنه بحث عنه في كل المقاهي التي كان يرتادها فلم يجد له أثرا طرق باب السكن الذي كان يقيم فيه فأبلغ بأنه قد رحل منذ أشهر دب الشك في نفس مرزوق وقرر البحث في أمر القطعة الأرضية التي اتفق مع عباس على شرائها وكان قد عاينها رفقته قرر أن يقصد إلى هناك وفوجئ بأشغال حفر أسس منزل على تلك القطعة نزل من سيارته واقترب من أحد العاملين في الورش وسأله من الذي يبني هنا؟ بعفوية رد العامل بأن صاحب الورش رجل اسمه عباس هناك أيقن مرزوق بأن صاحبه خان الأمانة لعدة دقائق ظل قابعا في سيارته يفكر وقد وضع رأسه بين كفيه قدر أن عباس يأتي إلى الورش لتفقده فقرر أن يترصده لم يعد له من أمل في تملك القطعة الأرضية وكل ما بقي لديه بصيص أمل في أن يتمكن من استعادة ما سلمه من مال لعباس في اليوم التالي ظهرا جلس مرزوق غير بعيد عن الورش وقد أخفى سيارته انتظر ما يزيد على ساعتين ثم رآه يصل بسيارته التي يعرفها جيدا رآه ينزل ويمشي باختيال إلى الورش اختلط بالعمال وكثرت إشاراته نهض مرزوق من مكانه ومشى إلى سيارة عباس وكان تركها مفتوحة فتح الباب وجلس في المقعد الخلفي لم ينتبه أحد ممن في الورش إلى تسلله لفرط شغالهم لما فرغ عباس من تفقد الورشة رآه يقبل نحو سيارته دخل وجلس خلف المقود دون أن ينتبه إلى وجود مرزوق أدار المحرك وانطلق بعد أن ابتعد عن الورشة ناداه مرزوق من خلفه نظر في المرآة العاكسة فرآه بادره مرزوق مفاجأة أليس كذلك يا عباس ضغط على المكبح فتوقفت السيارة فورا فاندفع مرزوق حتى كاد ينطحه ظل عباس صامتا فاغرا فاه كان في ذلك ما يكفي لتبيان قوة الصدمة التي أحدثها لديه هذا الظهور المباغت لمرزوق الذي كسر ذلك الصمت الرهيب قائلا لقد بحثت عنك في كل مكان ثم ها أنا أكتشفك تبني لنفسك دارا في الأرض التي دفعت ثمنها من عرق جبيني نتقى عباس أخيرا ليطلب من مرزوق أن ينزل من سيارته وليقول إنه لا يعرفه ولا يعرف عن أي أرض يتحدث لم يكن مرزوق يتوقع أن يبلغ عباس حتى إنكار معرفته اخترق ذهنه أن يخنقه حتى الموت ولكنه تدارك نفسه إن فعل فسيضيع كل شيء فتح باب السيارة ونزل عليه الآن أن يسلك أيسر السبل لاستعادة ما سلبه منه عباس خيانة عاد إلى سكنه والغضب يغلي بداخله كما يغلي المرجل على النار دخل غرفته وأقفل الباب يعلم أن عليه أن يجمع الأدلة وما يثبت أنه دفع ثمن الأرض كل ما توفر عليه شهادة من البنك تثبت أن عباس مخطاف وهو الإسم الذي يوجد على بطاقة تعريفه الوطنية سحب من حسابه البنكي مبلغ 12 مليون سنتيم ولكنه لم يتمكن من توفير ما يثبت قيمة الدفعة الأولى وقيمتها ثلاثة ملايين سنتيم تذكر التوكيل ولكنه لم يكن محتفظا بنسخة منها سعى إلى مصلحة التصديق على الإمضاءات وتمكن بمساعدة موظف هناك من أن يحصل على تاريخ تسجيل التوكيل وحيث دون اسم عباس معتمدا على ما توفر لديه تقدم مرزوق بشكاية لدى وكيل الملك وكذلك تم استدعاء عباس من قبل الشرطة للاستماع إليه أنكر معرفته بمرزوق بودار أو أن يكون تلقى منه توكيلا أو مالا لشراء قطعة أرضية تم الاستماع لعباس وأخلي سبيله كما تم الاستماع إلى أقوال مرزوق وبعد عدة أيام أحيلت القضية على المحكمة لما اقتربت عطلته من نهايتها وكل مرزوق محاميا لتمثيله ومتابعة القضية ثم عاد إلى بلجيكا كان عباس مخطاف معروفا لدى مصالح الأمن ماضيه في المحطة وكل ما كان يقوم به في جلب الزبائن لسيارفة السوق السوداء ولوكالات شركات النقل البحري مما كان معروفا عنها ولكن أمورا أخرى ظلت خافية كان التحري حول قضيته مع مرزوق مدخلا إلى النبش في جوانب من حياته لم تكن معروفا وكذلك تبين أن عباس لما كان يعمل في المحطة الطرقية كان يعمل سمسارا للمهاجرين الراغبين في نقل مسافرين إلى أوروبا خلال رجوعهم من عطلة الصيف وكان عدد من هؤلاء قد أوقفوا في إسبانيا بعد ضبط كميات من المخدرات على متن سياراتهم وأغلبها كانت مخبأة في حقائب أو منتوجات من قبيل المصنوعات التقليدية كان عباس يتولى تسليمها إليهم على أن يستلمها الموجهة إليهم فور وصولها لقاء مبالغ مالية وأحيانا بلا مقابل كانت عمليات تتم دون أن تترك دليلا يورط عباس أو الذين كان يعمل لحسابهم بينت التحريات أيضا أن النصب على مرزوق لم يكن أول عملية نصب يقوم بها عباس وأنه في مرة سابقة نصب على مهاجر آخر منحه توكيلا لكراء منزل له على مدى سنوات لم يسلم صاحب المنزل درهما واحدا من عائدات الإيجار لم يكن كل هذا الماضي مما يخفف عن عباس مخطاف بعد أن استنفذت كل مراحل التقاضي حكم عليه في قضيته مع مرزوق بودار بالسجن مع إلزامه بإعادة المبالغ المالية التي حصل عليها بخيانته الأمانة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر